سبحانك ما اعتدت ذلك وسرق عليه والتوفيق بيد الله جل وعلا لكن أنت ممر بالأسباب وهكذا أنت يا أبت الله ممرت بالأسباب وزئل بعض السلف عن جهاده نفسه وأن اتعابه إياها فقال راحتها أريد مع الأسلافنا الصالحين كان كثير العبادة وكثير العمل من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك فقال له بعض أصحابه أتعبت نفسك فقال راحتها أريد فالمؤمن إذا جاهل نفسه اليوم وهو جاهدها لراحتها لتجو من على بالله لتفوز بالنعيم المقيم والقيامة في دار الكرامة دار السرور دار السعادة وقال لأهلها يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحم فلا تسحموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تخرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا أما هذه الدار هي دار التويرات دار الأكدار دار الأمراض والأحزان ولو طالت الحياة ولو متع الإنسان بالكامل الصحة فإن المصير الموت لا أبد من الموت كل نفس دائقة الموت فدار عاقبتها الموت والزوال لا قبة لها ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والاكثر من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت ما لا يكون بعد الموت والتفكير في القبر هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورا بحور النار ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنسوء هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار فالتفكير في هذا والعلاية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارة على مراو الله